لما نجي نشرح ازاي نحسب الام كراكين والام ووركينج هتشوف ان احنا فيه عندنا انتروداكشن طويلة جدا لازم نعرفها الاول عشان نعرف نجيب التوم منزول وبعد كده وانس ان انت عرفت الانتروداكشن دي وعرفت المعلومات اللي فيها هتجي تحسب الام كراكين والام ووركينج هتلاقيهم سهلين جدا جدا كله هتجيهم 6 خطوات محفوظين بس تعالنا ابتدي الاول اول حاجة من البدايات خالص من اول كلام لو تفتكر كنا قلناه في اول درس في الكورس ده خواص الخرصانة والحديد المستخدمين فاكين قلنا قبل كده بالنسبة للخرصانة عادة بتتكون من خمس حاجات زلط ورمل واسمنت ومية وممكن نحط شوات اضافات لتحسين خواص الخرصانة ايه اللي بيربط كل المواد دي مع بعض اسمنت لما بيتعرض المية بتحصل فيه التفاعلات وبيبتدي المادة بتاعته بتبقى عاملة زي المعجون شوي وبعد فترة المادة بتبتدي تتبخر الخرصانة كلها تتصلت تبقى مادة ناشفة مبيان الخرصانة لما جينا اختبرناها وعرضناها لكمبريشن لان ان هي بتستحمل كومبريشن سترس عالي لكن نفس الخرصانة دي لما جينا عرضناها للتنشن لان ان هي مقاومتها اضعف بكتير لان بعد فترة صغيرة الخرصانة شرخت وانفصلت عن بعضها ويتلاقي دايما مشهور كده في السوق ان مقاومة الخرصانة في التنشن تقريبا عشر كومبريشن هي دي معلومة مش دقيقة اوي لكن هي قريبة بتبقى قريبة شوية ملحية ونشوف بالظبط ان شاء الله مقاومتها في التنشن تبقى كام بالنسبة لكمبريشن لكن عموما واضحنا الخرصانة يفضل نستخدمها في ان هي مناطق في الكمبريشن وفي التنشن بتبقى ضعيفة عشان كده احنا عادة في المناطق اللي فيها التنشن يكون منلجأ ان احنا نحط تحديد تسليح لو احنا عايزين ندرس الخرصانة بصورة قياسية وكلمة قياسية انا مقصوب بها ايه ان تبقى اختبارات سابتة بطرق معينة بعيز ان احنا وغيرنا بنعمل نفس الاختبارات دي بالظبط عشان نقدر نقارن الخرصانات وقويتها مع بعض فمثلا هتلاقي الصورة القياسية اللي موجودة في مصر ان احنا منجيب مكعب ابعاده ستاندرد 15 سنتي في 15 سنتي في 15 سنتي وبتدي نسوب وجاء الخرصانة وانسيبها لحد ما تنشف بنسيبها عادة قد ايه 28 يوم ده عشان توصل تقريبا للمكسيمون سترينس بتاعها وبعد كده بنبتدي نفك الشادة بتاعت المكعب ده وناخد المكعب الخرصانة لوحده نختبره لما نبتدي نختبر مكعب زي ده في الضغط بنبتدي نحط المكعب ده في مكنة الضغط ونبتدي نضغط بفورس معينة ونحسب ساعتها الاسترس على الخرصانة بكم عادة الاسترس بنكتبه عندنا F فدائما F هنا مقصوب بيسترس الاسترس ده بيساوي ايه الفورس اللي احنا بنضغط عليها على الارية بتاعت المكعب اللي ايه هنا تبقى 15 في 15 يبقى عشان نحسب السترس دائمان هيصيه force على area بنقعد نضعط على الخرصانة لحد ما الخرصانة تتيه تنهار في الكمبريشن السترس اللي بتتكسر عنده الخرصانة في الكمبريشن بنكتبه F-C-U و-C-U دي جاي من كلمة cube اللي هي المكعب يعني خل بالك دي كده اكبر استرس تستحمله خرصانة في الكمبريشن بس خرصانة اللي كانت معمولة على شكل مكعب بما ان ال-F-C-U دي استرس فوحداتها تبقى عادة نيوتن بر مليمتر سكوير بلك force على area يعني مثلا لو انا قلتلك ان ال-F-C-U بتاعت الخرصانة هنا طالت 25 نيوتن بر مليمتر سكوير ده معنى ايه؟ ان المليمتر مربع الواحد بالخرصانة لو اثر عليه كومبريشن لحد 25 نيوتن الخرصان دي هتبتدي تنهار يبقى ال-F-C-U معناها ايه؟ دي اكبر استرس تستحمله خرصانة في كومبريشن واحداتها دايما تبقى نيوتن بر مليمتر سكوير وممكن بدأ من نكتب نيوتن بر مليمتر سكوير نكتبها ميجا باسكال اللي اتنين عندنا نفس المعنى ده بالنسبة لأكبر استرس سأحمله خرصانة في كومبريشن اللي هو اسمه F-C-U طب بالنسبة لل-Strain فالكين ال-Strain اللي هو بالعربي يعني انفعال بيتكتب عادة عندنا إبسلون وال-Strain ده بيتحسب ازاي تخيه مثلا لو انت عندك خرصانة طولها مثلا L اللي هي في حدود 15 سنتي ومحطوطة في مكنة الضغط ونبتدي نأثر بسترس معين اكتشفنا احنا كل ما نزود الاسترس يبتدي يحصل L طول الخرصانة يبتدي L شوي المسافة اللي قالتها الخرصانة نسميها عندنا ΔL استرين الخرصانة في اللحظة دي هيساوي ايه؟ هيساوي ΔL على L يعني خب بالك دايما الاسترين عندنا بيبقى عبارة عن ايه؟ طول الخرصانة نضغطته على الطول الكلي للخرصانة طب ده وحداته هتبقى ايه؟ طبعا ملوش وحدات لأن الدلتا L دي طول والL كمان طول لما تقسم طول على طول هتلاقي ان ما فيش يونتس هنا نسميها عندنا يونتلس ما فيش يونتس ياخد بالك واضحا الاسترس وحدات ونيوتن بر مليمتر سكوير لكن الاسترين عشان بيساوي دلتا L على L فده ملوش وحدات هبقى مهم ايه عشان نفهم اكتر ان احنا ندرس علاقة بين الاسترس والاسترين بتوع الخرصانة فبنرسم لهم عندنا حاجة اسمها stress strain curve for concrete بس طبعا بما ان الخرصانة تهمنا اكتر في الكمبريشن فاحنا يهمنا اكتر نحن نرسم لها الاسترس ترين كيرب في الكمبريشن بيبتدي ترسم ازاي؟ اول حاجة الاكس الرأسي ده بيعبر دائما عن الاسترس اللي هو بيكتب F يبقى اخد بالك الF هنا اللي هي الاسترس ووحداتها ايه زي ما قلنا نيوتن بر مليميتر سكويرت او بنسميها ميجا باسكال الافقي هنا اللي هو الابسلون فاك اللي هو الاسترين اللي هو وحداته كان ايه زي ما قلنا ماليش وحدات لان ده كان بيساوي دلتة L على L بنبتدي نعمل ايه؟ بنجيب من المكعب القياسي ونحطه في مكنة الضغط ونبتدي نضغط ومع كل ضغطة نحسب الاسترس قد ايه اللي هي الفورصة على الاريا ونحسب كمان الاسترين قد هيحصل استطالة قدية يبقى مع كل ضغطة نحن بطي نوقع الاسترس اللي احنا حاسبينه والاسترين كمان اللي حاسبينه ونشوف نقطة تقطحهم فين بالزبط ولم بطي تزاود الاسترس اكتر برضو رجعت مرة تانية وقعت الاسترس وشوفت الاسترين اللي انا حاسبته كام وجبت نقطة تقطح وهكذا هتكتشف ايه؟ ان في الخرصانة عادة في المرحلة الاونية واحنا لسه بضغط بقيمة قليلة العلاقة بين الاسترس والاسترين تقريباً لينير وبقولك ليه كلمة تقريباً لأنها واخدة شكل كيرف بسيط قوي لكن هماشية دلوقتي كأنها لينير لحد نقطة معينة وبعد كده اللي بيحصل لابتدي نزود الاسترس اكتر شوية بتبتدي العلاقة تبقى نون لينير تبدل واخدة شكل كيرف لحد اعلى نقطة فكنا عند اعلى نقطة هنا الاسترس في اللحظة دي بنسميه ايه؟ FCU فكنا قلنا انه هو اكبر استرس تستحمله خرصانة في الكمبريشن وعند اللحظة دي الاسترين هتلاقيه بيساوي كام؟ تقريباً 2 من 1000 فهم يعني ايه 2 من 1000؟ بما ان الاسترين بيساوي delta L على L ده معناه ايه؟ انه عند اللحظة دي لو طول عينة الخرصانة مثلاً كان 1000 ميلي هتلاقي بالزبط حصل انضغاط في حدود 2 ميلي يعني دعم دي تبقى 2 من 1000 من طول العينة وفكنا قلنا قبل كده بما ان ال FCU ده اكبر استرس تستحمله خرصانة في الكمبريشن ده معناه ان في اللحظة دي جزيئات الخرصانة خلاص مش مستحمله هتبتدي تنهار وانهيار خرصانة ده بيعمل ايه؟ بيبتدي يحرك جزيئات الخرصانة شوية والحركة دي بتقلل الاسترس عليها شوية صغارين بس خلاص بتكون انهارت طب خرصانة ما اعتبرها انهارت تماماً امتى؟ لما الاسترين بتاعها يوصل 3 من 1000 وتاني افتكر يعني ايه 3 من 1000 يعني هيحصل انضغاط 3 من 1000 من طول الكولي العينة وال FCU بالعربي بيبقى اسمها ردبة الخرصانة وطبعاً دي متغيرة حسب ديزاين خلطة الخرصانة ممكن مثلاً تلاقي ال FCU المستخدمة 20 نيوتن بر مليميتر سكوير وعلى فكرة رقم 20 ده اقل قيمة لل FCU الكود بيسمح بيها عشان تستخدمها في منشآت خرصانة مسلحة ممكن خلطة اقوى شوية هتلاقي ال FCU بتاعتها ب 25 ممكن اقوى مثلاً تبقى ب 30 او 35 او 40 وهكاس هتلاقي ان اكبر FCU موجودة في سوق عادة تبقى في حدود 60 طبعاً دي خرصانة قوية جداً طب هو ينفع نعمل خرصانة ال FCU بتاعتها اكبر من 60 اه طبعاً ينفع لكن بتبقى مكلفة او زيادة عن لزوم فعادة ال FCU الكبيرة دي بتستخدم اكتر مثلاً بتعمل مبنى مهم جداً بتعمل مثلاً مبنى ضد الانفجارات حجم سميها بلاست كونكريت لكن في الاغلب هتقف السوق ال FCU بتراح من 20 لحد 60 واشهر حاجة من 25 ل35 حالياً طبعاً ممكن وانت بتسمع الكورس ده تكون الارقام دي تغيرت شوية في برضو معلوماتها لازم تبقى عارفها ان دايماً سواء في الدراسة او في الشغل وانت بتصمم الخرصانة مسلحة انت لازم تبقى عارف قيمة ال FCU بكام يعني في الدراسة الدكتور هيبقى قايل لك ال FCU المستخدمات كام في الشغل انت اللي هتحدد انه وانت بتصمم بتقول احنا هنستخدم FCU كذا ليه لازم ال FCU تبقى معروفة الاول لانت خايا مسلا واحنا بنصمم كده لو انت عندك كاميرا اسبعناها مسلا 5 متر وعليها ديستربيت لوت 6 كيلي نيوتن في المتر طبعاً دي هتعملك بالنو مومنت ومطلوب منك تصمم الكاميرا دي لو انت مسلا مستخدم خرصانة ال FCU بتاعتها 40 نيوتن بر ملي ميتر سكوار هتبتدي تصمم الكاميرا فاكين قونا يعني محتاجة تطلع الابعاد والتسليح بتوع الكاميرا اللي قدروا يقاموا البن المومنت اللي جاي من هنا طب افرض انت بتصمم نفس الكاميرا دي هي هي بالزبط يعني عليها نفس البن المومنت لكن ال FCU بتاعتها كبع 20 يعني الخرصانة اضعف متوقع وانت بتصمم هتحتاج تطلع ابعاد اكبر ولا ازعر عشان الكاميرا تستحمل طبعاً بما ان الخرصانة بقت اضعف اكيد ساعتها تحتاج تكبر ابعاد القطاع عشان القطاع يستحمل فتكتشف ساعتها ان once in FCU تغيرت ده فرق معايا في التصميم فرق معايا في الابعاد بتاعت الكاميرا وقيم تسليح اللي انا هحتاج عشان كده زي ما قلنا لازم تبقى عارف قيمة ال FCU بعد ما درسنا مقاومة الخرصانة في الكمبريشن وزي ما قلنا اعلى قيمة لها ال FCU اللي هي تبقى جيفين عايزين نشوف مقاومتها في التنشن هتبقى عاملة ازاي لما حطينا مقعب خرصانة وحطينا في مكنة الشد وبلغين نرسم شكل stress string curve اكتشف ان هو بعد شوية صغارين الخرصانة بتنهار بتنهار عند tension stress اسمه ايه اسمه FCTR CTR دي stands for A او مع صاحب الترمز لايه concrete tension rupture وقبالك rupture يعني انهيار يعني انهيار الخرصانة عن طريق التنشن دي ليه قانون بيحسب على طول بتسوي ايه بتسوي 0.6 في الجزر الف سيو وده شيء منطقي انه كل ما مقامت الخرصانة في الكمبريشن تزيد اكيد مقامتها في التنشن هتزيد شوي وزي ما قلنا قبل كده الف سيو هتبقى جيفن عندك يبقى انت سهل او تعاطف المعادلة دي دي يبقى قيمة الف سي تي ار بكام وخب بالك الف سي تي ار دي برضو stress فاليونتز بتاعتها هتبقى نيوتن بر ميليميتر سكوير دي لو تخب بالك طب هو الكلام ده صح قوي لا لكن هو قريب يعني هتلاقي مثلا لو الف سي يو بخمسة عشرين تطعى الف سي تي ار بثلاثة قريبة من العشر لكن ماشر عشر بزبط فالصح ان احنا ناسب الف سي تي ار من القانون ده بيساوي 0.6 في جزء الف سي يو